ليس المؤمن بالطعان ليه يا سيدي؟ لأن هذه طعنة فين؟ ليست طعنة في عرض أخيه ولكن طعنة في قلب في إيمانه طعنة في قلبه فكلما دائماً كده كلما طعن العبد في أعراض أحبابه وإخوانه من المسلمين طعنة في إيمانه يعني طعنة في إيمانه؟ ينقص هذا من إيمانه مش الإيمان يزيد وينقص يزيد بإيه؟ بستر المسلمين ويقل بإيه؟ بالطعن في المسلمين يبقى اللي بيطعن في الأعراض ده يقل إيمان واللي بيحفظ أعراض الناس يزيد إيمان وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس المؤمن بالطعان على طول رح جايب لنا حاجة تذكرنا بحاجة مهمة جدا وليس المؤمن بالطعان ولا باللعان آه ليه بقى جاء باللعان؟ أصل اللعنة ده ترت من رحمة وكأنه بيقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا يطعن يفتكر إنه فيه نار تلظة بيصدع الأشقى فيوعد تكون شقي واللعن فيه سر كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول الله عليه وسلم نهى ونهى نهي كبير عن مسألة النعم إن العبد إذا لعن شيئاً إلا حاصل ساعدت اللعنة إلى السماء فإلا حاصل فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يميناً وشمالاً تروح يمين وشمال فإذا لم تجد إيه مسعاً ولا مساغاً يعني اللعنة دي ما وجدتش مساغاً يعني ما وجدتش السبباً رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلاً وإلا رجعت إلى قائلها يعني الشخص ده اللي انت لعنته لما كانش فيه معنى من أجله يعني ما كانش ربنا لعنه ربنا لعنه يعني نازل وحي بأن هذا ملعون زي إبليس ولذلك اللعن ده ينزل عليك لو أن انت الشخص ده ما كانش إبليس وانت عندك حد انت متأكد أنه ملعون أه يقول لك ملعون من هدم بنيان الله ما جايزي أخي بيدفع عن نفسه أه يعني انت حضرت النبي يقول لك إيه امتنع عن اللعنة أصلاً ما تلعنش عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا حاجة مهمة أوي لما قيل له ادعوا على المشركين قال إني لم أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة فالمسلم ما يلعنش حد ده المشركين في أكثر من المشركين لأن اللعن دات بمثابة غلق باب الرحمة في وجه الإنسان وإحنا عارفين أن رحمة ربنا واسعت كل شيء وعلشان نعرف خطورة لعن الأشياء وما يترتب على ذلك من أحكام فقهية فرسول الله صلى الله عليه وسلم مرة كان في بعض أسفاري وامرأة من الأنصار على ناقة فدجرت فلعنتها عملت إيه لعنة الناقة يعني المرأة اللي بتسوق الناقة والناقة مش منقادة ليها فدجت فلعنت الناقة فسمع ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها يعني إيه خذوا ما عليها من الرحل والمتاع فإنها ملعونة قال عمران بن حسين فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد إيه اللي حاصل ما حدش بيتعرض لها وعشان كده لازم تعرف إن ما ينفعش إن أنت تلعن حاجة وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم نفع عن المؤمن إنه هو يكون لعان بس نفع عنه كمان إنه هو يكون إيه أن يكون فاحشا أعوذ بالله يعني إيه فاحش شوف رسول الله سلم ما ينفعش المسلم يكون طعان في الأعراض ولا يكون لعان يطرد الناس من الرحمة ولا يبقى لسانه مش عفيف لسانه بذيء وإحنا يا ما بنعاني الآن دلوقتي بعلامة شطارة الشاب من دولة حتى لو كان متعلم أحسن تعليم حتى لو كان شخص بيقوله عليه راقي إيه علاقة إن أنت تكون صاحب مكانة ولا تبقى راقي إيه علاقة إن أنت تبقى شخص وجيه بإن أنت تبقى أنا آسف يعني بذيء اللسان إيه علاقة الوجاهة ببذائة اللسان عارف إيه علاقة الوجاهة ببذائة اللسان أقولك أنا إيه علاقة الوجاهة ببذائة اللسان إن أنت شايف إن محدش يقدر يلمك بس أنا أقولك إيه اللي يلمك إيه اللي يلمك إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يكره بذيء اللسان